مرحبا أعزائي الطلاب تحدثت أنا وأنتم مع بعض عن علم البلاغة بشكل عام وقلنا بأنه علم البلاغة تم وضع قواعد خاصة فيه في العصر العباسي طيب علم البلاغة وضعوا قواعد لكن هذه القواعد أيضا رتبوها رتبوها في علوم ثلاث هذه العلوم الثلاثة اللي ينقسم لإلها علم البلاغة هي علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع طيب شو الفرق بين كل علم من العلوم الثلاث اللي ذكرناهم علم البيان بيهتم بأنه يحكي المعنى بأكثر من طريقة يحكي عن المعنى بأكثر من طريقة وهذا العلم فيه تحته أجزاء متعددة بينذكر معهم أو تابع لإلهم هذه الأجزاء هي اللي بتنقسم أو تابع لعلم البيان هي كالثاني أول علم من علوم البيان هو التشبيه والعلم الآخر هو الاستعارة وبعد ذلك المجاز وأخيراً الكناية طيب علم المعاني بشو بيهتم؟ علم المعاني بيهتم بمطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني الكلام اللي أنا بدي أتكلمه يكون مناسب للحال اللي أنا بحكي عنها مش الكلام في واد والمقتضى الحال اللي نذكر فيها في واد آخر لا لازم اتنين يناسبوا بعض طيب هذا العلم شو الأجزاء اللي بتنقسم تحته يعني علوم صغيرة أجزاء صغيرة بتنقسم تحته أو بتندرج تحته هي كالتالي علم المعاني بينقسم لخبر وإنشاء تقديم وتأخير حدث وذكر إجاز وإطناب وصل وفصل لهون ممتاز طيب شو العلم الثالث؟ العلم الثالث هو علم البديع باختصار علم البديع بنكز على ماذا؟ على تزيين الكلام لو إجيت سألتكم أحياناً بتسمعوا قصة من شخص تشعر إنها مملة وما بيجي عبالك إنك تكملها لكن في نفس القصة إذا سمعتها من إنسان آخر تتحمس وبتشعر بإنك حابب تكمل وتعرف شو بالضبط تكملت هذه القصة شو السبب؟ السبب هو علم البديع إنه بيستخدم عبارات بيعمل على تزيينها تحسينها تحسين الكلام وتزيينه هذا مختص في علم البديع طبعاً فيه بينقسم لعلم بديع معنوي وعلم بديع لفظي لكن بشكل عام الأجزاء اللي بتنقسم تحته هي كالتالي السجع والجناس والطباق لهون بنكون تعرفنا بشكل عام على العلوم الثلاث بهمنا إنه نسلط الضوء أنا وإنتو على علم البيان ليش؟ لأنه علم البيان إذا عرفنا رح نتعرف على الباقين ورح نستطيع إنه انميزهم لوحدة تابعونا ترجمة نانسي قنقر